يجري وفد إسرائيلي رسمي مباحثة في واشنطن منذ الخميس الماضي بهدف التنسيق بين البلدين لمواجهة التهمة المواجهة من محكمة الجنايات الدولية في لهاي لكل من إسرائيل والولايات المتحدة هذا وتواجه إسرائيل ملفات تحقيق بارتكابها جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تواجه الولايات المتحدة ملفات تحقيق في جرائم محتملة تم ارتكابها في أفغانستان وذكرت مصادر إسرائيلية أن وزير الطاقة يوفال شتاينتز يترأس الوفد الإسرائيلي بتفويض من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للتنسيق مع واشنطن بهدف إبراز المصلحة المشتركة بين البلدين في مواجهة محكمة لاهاي وكذلك لاستغلال النفوذ والتأثير الأمريكي على عدد كبير من دول العالم وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية